موسيقى موسيقى نصيحة أخرى من ضمن النصائح هو الإدراك يجب أن تكون لدينا درجة الإدراك ودرجة الوعي أننا أشخاص بالغيرين أننا مصننا لدينا البلوغ اللي يمكننا ويخلي عندنا القدرة أن نتحكموه في حياتنا وأننا كل مرة كانت تعرضوا لشي مكروه قادرين أننا نغيروه ما يجيش واحد أخر يغيرو لنا وبأننا كل مرة وقع لنا مكروه ما كانت سنوش واحد أخر اللي غادي يجيش يحيد لنا مكروه بأننا نحن قادرين إماطة الأذى لكشي الخيبة لحياتنا بأننا نحن قادرين الوقت اللي تتكون عندها درجة الإدراك ودرجة الوعي بأنني أنا إجزاء بالغ وقادرة أن تحكم في حياتي وبأنني مستغنن عن أي شخص أنه هو اللي يجي يغير لي حياتي هنا قادرين لعبت واحد دور كبير جداً وتملصت من ذاك الضوء دي لدور الضحية بأنني فعلاً وأخذ بزمام حياتي كنصيحة أخيرة هو التوقف عن استجداء العطف الآخرين أننا إلا نظن عودنا المعاناة ديالنا والمشاكل ديالنا اليومية والمشاكل ديالنا في العمل وأنا ما عندنا فلوس وأنا في أزمة وأنا هادي وأنا نمرض وأنا أن الآخر سوف نجعله العطف دياله سوف نستجديه العطف دياله لكي نجعله فيه إلا بقيت فيه مثلاً أشنه سيشرقه أشنه سيدي سيخسر عندك لما واحدة مسكين وأنت تتفرق معه سيغضر في ظهرك غير أنت تتفرق معه ستتلقى مع واحد صاحب أخر ويقول لي ماذا تتلقيت معه طيب الله يشكي ويبكي قتلني ماذا تتلقى معه وبهذا زعمة مخصوم بهذا زعمة وما تنساش بأن الوقت اللي كتب أختجي المشاكين ذيالك أنا عندي مشاكين مع رجلي أنا عندي مشاكين مع مرتي أنا والدي مبغى شي قراء أنا الفلوس ما عنديش أنا الخدمة ما خلصونيش أنا خدمت واحد لخدماتي يقول لي يا عرقي أنا قرأته والأستد ما أعطنيش النقاط الوقت اللي كان دنت أختجي هذه المشاكين مع أي واحد وكان ستجدي العطف دياله كون على يقين كون على يقين أنك كتزد اللي بحياتك هذك الشخص الأخرى ما كي ديلك والو ما كان في عقب والو ولن أنت كتزم لك حياتك أكتر لأنك تسنى العطف ديال آخر أنت عاودت لي وما دار معك والو أنه هناك تلعب أن تدور الطحية وعاقبك كوضع عامر وسمعك وسمعك وزاد في حالاته لهذا أول حاجة أول قرار لنخطف حياتنا في هذا 2022 كفاء من اللعب دور الطحية جلنا النقطة الأولى كفانة أعضار والنقطة الثانية يكفي من اللعب دور الطحية النقطة الثالثة لداءeshخصين جودة الحياة هو التوقف عن الشكوى والت�ائH التوقف عن الشكوى والتطع التوقف عن شكوى والتضمW الوقت اللي كان م thành اشكي كان مددفع ذاك الموال ضيال الشكوى ما何ك يجخص الشكوى هي عدم الريد أنا أنا ما راضياش على حالي أنا أنا مرضياش على عائلتي أنا أناّ مرضياش على نفسي أنا مث learned أنا ف علتوتي أنا offshore ألتك كان عبر ببساطة عن عدم الريضة بشكل شفاهي وأكيد مرأي شكوى تكون موقف سلبي مرأي شكوى وتضمر هناك موقف سلبي مثلا أنا غادية لخدمة وصلت لخدمة معطلة مرأي جميع المدير قلت ليه مالكي معطلة ليلا معطلة ما أعطلة تعطيه؟ ما أقول لي؟ جمعت طريق مبروكيا يعني عني شكوى جمعت واحدة بكثيرة خيبة يعني شكوى ميان ترانسبور مضربو في الناس طريق واقفة ها شكوى هذه؟ ما أحضر الملاهشكوى؟ ها شكوى هذه تجعل الشخص اللي يديرها تتعرض لخطر حقيقي ونحياته تجعل كل هذه البيئات لأن تبدأ يقلبك على الحواج خيبين كيف يجب دون لأنه يروا على الحق ورافع لأنك شيء يعيش رواه أبخوفي أصنبوصي وأنه يجب أن تشح جميعا في الدهواء وكل شيء يدد الضروف وبيد الخرين لا ننسوش بأن الناس اللي سيكونوا كثيرا يشكوا ولي كيتشكوا بزاف تكون عندهم مشاكل تكون عندهم مشاكل صحية الله يسلمنا ويسلمكم على الأرض الناس اللي تكونوا قليلين شكوا تكونوا راضين على نفسهم تكونوا قانعين تكونوا كيفين خيرهم كيفين شرهم والحمد لله الناس اللي تكونوا كثير الشكوا تكونوا عندهم علاقات قليلة ما تكونش عندهم من ناس بزاف لأن كل شيء الناس كيهربوا منهم من ضيمنهم أنا والله العالم أنا قعل أصدقاء ديلي وصديقة ديلي كثير الشكوا كانت فاداهم وأنا أقولها علنا لأن في دماغي واحد الحاجة ما هي؟ تقول يا كفي كفا كل واحد عنده همه لماذا أنا بدأ نستقبل الهم ومذي الأخرين؟ تكونوا كثير الشكوا والشي يجرى عليه تقول لي كل شيء الناس هربانين منه يقدر يعطل شيء واحد التليفون غاية تتطلع عليه النمرة التليفون ويقول لي بغا بداية تشكى عليها تتلقى معي يقدر يبدل طريق تشوفوا من بعيد يقدر يبدل طريق ودراسه ما شافوش تكونوا كثير الشكوا والشي يجرى عليهم لهذا كفا شكوا وتضموا يجب التوقف عن الشكوا وتضموا ونعرفوا بأن كل حاجة كجرى لنا في حياتنا ما هي نتاج الأفكار دينا ما هي نتاج إلا الأفعال دينا وبأننا نحن المسؤولين الأولين على حياتنا وهذوك الناس اللي يكونوا كثير الشكوا وشكوا وشكوا لهم علشو ما تبدوا يتشكوا بالصاف بشي يتيروا الانتباه ديناس بشي يجروا العطف ديناس دينا ما أنا Lag sore ونالذي أحد كل شي يثقوا ما عنده ما أدقى نحن المحروفين عندنا في الدناس مما يحدثني laugh ان الناس اللي موجود نمتون وشحال أنا كتجرب كنعيشهم لحياتي من عائلة تكون عائلة مخصوصة جدا تكون مرأة أرمالة وعندها ولداتها ايتامة لا تعرف أن الأخير من يجال لأنها تخرج تشكي على الناس تقول لك ما عرفه لخير فاشعيش لهذا يجب التوقف عن الشكوى وتضم والشكوى ما تجعله يتهرب من القيام بالمسؤولية في حياته أنه ديما تقلب على الحل عند الأخر تبدأ يشكي على كل شي باش كل شي القليل حل ورا الحل في بدي هو حياته هديك هو حياته وحياته 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 إلا ما لقاش الخدمة راه هو وإلا ما قراش راه هو وإلا عائلته هربت عليه كاملة ولا المرأة هربت بوليداتها من الطار ولا هي هرب عليها الرجال راه منها هي ومنه هو أي حاجة تخصنا في حياتنا من نحن نحن المصدر ديما بنادم ديما نحن كأشخاص ووقت سما بغينا نفكره في شي حاجة سلبية أشنو القتر دي لها على الآخر بغيت نتشكي أشنو غيقضي لي الآخر هاني شكي والحمد لله كينا واحد ما قول لي ومنه هو رجال لك الشكوى لغير الله ماذلة منك تشكها لله هو ساجد وراكع ماذلة لهذا كفى من الشكوى لأن فعلا والله العظيم إلى قراراتنا الشكوى كفى من الشكوى وكايرين بعد النصائح التي حاولت نجمعها أو نجيبها لكم أو نبخطجها معكم بعد النصائح التي تجعلنا نقص من الشكوى في حياتنا وأن المرسوحياتنا بحق طريقة سليسة جدا وسهلة بل أن نتشكها وتعلاوح وأن هذه النصائح لأخذنا بهم إن شاء الله أول شيء يجب أن نكونوا حذرين هنا يجب أن نعرف الحظر إذا كنت نحس برأسي برأسي يجب أن نتشكها أو يقف على العلاء ويجب أن نتشكها يقف في صنعه لماذا نتشكها ومنعش نتشكها ولمن نتشكها يعني هذو تلك الحوائش يجب أن نتشكها إلى ما دخلت إذا لا أعرف بطريقة سليسة جدا هنا تأتي لكي شأن الشكوى براكة 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 هنا كنت نتعرف واحد المراقبة واحد الكاميرا سواغلها يمص على دواتنا وفي 24 ساعة اليوم يجب أن نقولوا وفعلًا أنا كنتشكها يعني أنني حسنا كنتشكها لماذا كنتشكها لماذا كنتشكها ولماذا كنتشكها يجب أن يكون هناك ضروري في حالة أبناء أمتي يقول لي أن تتعاقب نسك أو حذر النصيح الثاني هو أن نفكره قبل أن نهضر أنا أغمي الحويج الذي أخبره في حياتي أنني قليلة الكلام من كثيرات الفعل عندما أريد أن نخرجها أمي يقولون أن أدوزها من عقلي ونعود ندوزها ونخرج كما كان نعقل الكلمة يزوينا كنحاول الخيب لا تقولون ونعود نفسه من زياني يزوينا كما كان النوع الكلام التي يريد أن نخرجه على أمي يحسنا نفكر بثلت المرات فأنا نخرجه على أمي لماذا؟ المحلو التي أجعل أنني مقابل أن أجد أن نخرجه على أمي أي شكوة أو غير معلومة إذا كانت شكوة كفائة من الشكوة إذا كانت المعلومة أمي أو غير مهمة وما تتقس لأحياتي الخاصة أمي وما تتقس هكذا؟ لأنني أحتفظ بهم رأسي ومن حقيقة أنني أحتفظ بهم ونريد أن تختارهم بشكل شخصي أو لا، وهي معلومة مستخدمة مستخدمة في حياتي لأنني أقوم بعمل ميزة وفيلتخ والذي كان وعق وتخرج على فهم كنصيحة أخرى إن شاء الله توقف عن التضمر والشكوى يجب التركيز على ما أريد وليس التركيز على ما لا أريد سلنا نعرف ما أريد طبق terminar أهداف وطموحات لأن الوقت الذي كان ركز على حيات ونقلب جميع الطرق التي تؤديني إليه ونقلب على جميع الوسائل والإمكانيات أن نتوصل إلى ما أريد وعندما تركز على ما أريد فأكيد ترقبتها ترقبتها لأنني أريدها أنا تنحقق بها ذاتي أنا تنحقق بها طموحاتي أنا تنحقق بها الأهداف إذاً أكيد لا نكون فيها أشكر لأنني أريدها لأنني أريدها ستكون نية ترقبتها والتي أريدها والتي أرقبتها تركز عليهم ما أريدتها سأتسول فعلا وما أريدت هذه الحاجة وما هي حقيقة إذا كان جوابي نعم كن على يقين أن تتوقف ونقلب رأسك لا تتشكر هنا تركيز على ما أريد وليس على ما لا أريد لأن ما لا أريد يجب لي تشكر كنصيحة أخرى للتخلي يعني الشكوى وتدمر هو استبدل الأفكار ديالك السلبية بأخرى إيجابية أو لا وجد واحد الخطة باء الخطة ألف لأن من المزعج جدا وفي الحقيقة من الحواج اللي إحنا كنعيشوه ومو كنعيشوه مع الناس اللي قرب لنا بزاف ومع الأصدقاء دينا ومع الزملاء دينا في العمل مع أخوتنا مع أخوتتنا مع ناس قرب لنا بزاف أنه كانت شكوه من الخدمة وكانت شكوه من الناس اللي قرب لنا ونحن ما قادرينش نبتلو هذا الشي مالغغة أنا زعما من الحواج اللي اللي ممكن نديره في حياتنا أنه واحد الخدمائي لأنه خدمت واحد الخدمة ومعجباتنيش مدير ما كيتعملش معي مزيان صالة المزوينش معد بني ساعات العمل كثار الخدمة فيها تمرة بزاف وصالة لها قليل هذيك الجدي في العمل ما كيناش أو لا كين زيارة للزاف أو لا كينش حد اللي شد معي ضد في الخدمة أو لا خدمتي ما كاتبانش كان خدمة وما كيجي واحد أخر كي يأخذها لي أو لا بس بسر تحويج اللي كيجرون في الخدمة وانا يا كانت ضمر وكنتشكى من هذه الخدمة لماذا لم تبتلها؟ هذه خطة بديلة يعني واحد الخدمة اللي أنا مرتاحش فيها واحد بلاصة اللي أنا مرتاحش ليها واحد الأصدقاء كانت تعمل معهم وكانتكون معهم ممتاحش ليهم كانت ضل نتشكى منهم ونتفرق معهم ونتشكى منهم أيضا هذي شي كوش خصنين بدل خصنين دي ما نقلب على واحد الخطة بديلة أن تغير لي هذه الأفكار السيربية التي تخليني في حالة تشكوة وتضمر نبتلها بحواج خرين اللي هما كان يبغيهم أنا وعجبيني وكي يخلوني مرتاحة في واحد الحالة ديال السكون واحد السكينة مع ذاتي واحد المرحلة ديالتصالح مع ذاتي وخصوصا مرحلة الرضا عن ذاتي وآخر نصيحة لتخلي عنا هذي الآفة أنا سأسميها آفة لأن الشكوى آفة لأن الإنسان الإنفوة ينتهن أنا كجيني كواحد كيتقني يتفنن في الشكوى تولي صعيب بزف لأنه هو فن هذي الشكوى فن كنصيحة إن شاء الله ستكون أخيرة لتخلي عنا هذي الآفة الخيبة اللي هي الشكوى وتضمن هي غير وجهة نظرك للأمور غير وجهة نظر تلك الأمور ديالما نشوف الجانب المشرق للأشياء الجانب الإيجابي ديالما كيتقلوك كانوا الناس زمنت يقول لك هزا مني نخفافت هزا مني نخفافت الحاجة للقراسي أنني أنا ما مرتاحش فيها ما نديرهاش الحاجة للقراسي أنني متضمر وغدي مدين تشك منها ما نديرهاش لا يكلف الله نفسنا إلا وسعاهم باقي واحد النصيحة إن شاء الله هي اللي هذي ستحلينا شاشة الوعي ديالنا هو الامتنان كن ممتن لله عز وجل لأي حاجة أعطاه عليه يا خيبة خاصة دربة معتعدناش الخيبة يا زينة امتن لدك الشي اللي عندك وممتن لدك الشي اللي عندنا امتن لدك الشي اللي عندنا كل واحد فينا تصوي ممتن لله عز وجل النعم ديال الله محدودة عليها كل واحد فينا غارق غارق في نعم صدار أولها مني كتفق الصواح كي يرجع لك الروح كي ينوضي استعجب لك تتلقى دار مدفيك تتلقى غطامقتك تتلقى مخيدة حط على راسك مسند على راسك كتلقى ماكلة كتاكلها كتلقى خدمة كتلقى عائلة تتلقى مجموعة معك تتلقى ستر صدار ربي معك تتلقى رحمة صدار ربي معك أي حاجة أي نعمة ولو تشوفها بسيطة 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 متن لله عز وجل عليها ومتن لله عز وجل النعم دياله على الأخرين هذا الشخص هذا الشخص اللي هو صديقك ولديك السيد اللي هي صديقك وعندها وانت عندك مشكلة وانت عارت عنده يقول يا ربي يا ربي أنا كان حمدك يا صدار بشكر لك لأنك أعطيته الله يغرقه في النعيم ديالك ديما الانتنان الانتنان من الطاقات الجميلة واللي خصنا نعيشوهم في كل لحظة وحين وإحنا كان مبتن لله عز وجل على النعم ديال الله محدود علينا حمم اشتركوا في القناة لا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكرا